لا فهد لا فهد من جاوبك على هاتشي كان حاجة افكرني فيها الله يفكرك بش هذا استاذ سعيد انا نبده بالما اقوله تعبنو عربي ان المشهد الذي لا يريك التعدد في العين لا تعول عليه ما يزمش نكون عندنا هالتعميم المخل غلط بس عنده الحق كي غلط كي قال باللي غراس فتحي رئيس حزب الحركة الديموقعاطية الاجتماعية ترشح لرئاسية تلمو والفونة باللي رؤسة الحزاب وما لي ترشحوا ايبا الامدياس خرج علىها وسنة حميدة بليونا ما ليش رئيس انا رجل ثالث الحزب رجل ثالث الحزب ناطق الرسمي كان المنصق الوطني وانا رجل ثالث الحزب ناطق الرسمي وارشحني رفاقي وهذا محسوب للحزب ومحسوب القيادة التعوي وهذه تقريبا سابقة لا ما نهضوش عليها علاش من ثمنوش هذه التجارب وعليش نعمو ونحطو المحرم في المجرم وراكنا وراك تعرضنا على هذا السيئ واندي ثمنا شهور وانا ندير في الحملة الانتخابية وما نيش هنا في البلاطوهات بارك الله فيك اعرض ثاني اليوم باش نهضر على هذا الهضر وراك بالعدد الثاني من الحصة الحصة رأي صغيرة حاجة مهمة ثانيا أنا كحزب سياسي لم أأتي لي أعارض الأحزاب السياسية أنا جئت لأعرض نفسي كبديل للنظام السياسي الحالي صدر ما جيشنا أنا محكرت يا جارتي نهضر الأحزاب السياسية كنا نهضر على الأحزاب السياسية هل تقدم برامج عشرين سنة من أربع عهدات رئيس عبدالعزيز بودفليقة هل حطت الجزائر في سكة التنمية حقيقة وإلا عقلينا الجيد كم يقلوا عشعة كثيرة تحققات نعم وسيم القاسم تزحلي حول أنا 20 أم 40 مليار دولار دولار على شوت مع نهيار أسعى البترول التهريب ما شاء ليه حضرتها الوزير الله يرحمه ووزير التجارة الله يرحمه بلد كان خارج من الحرب أهلية متمرة اقتصاد منهار ومديونية 18 مليار دولار من أموال المهربة والخارج ما عندهش علاقة بالحرب الأهلية ولا بالمشاكل اللي عاشناها في تسعينات هذا شيء عبدت كثير من الدول لكن الجزء عاليين تمر بمرحلة انتقالية خلي كمير 50% من الفوران ما عندهش علاقة بشيك تخضر حطيناها رحنا في كف عفريت حطيناها غدوة منك 20 دولار تهردت نكمل حاجة من فضلك فساد عليم إذن نحاسبه ماشي الأحزاب السياسية على نقائصها معناها ما عندهش برنامج لا نحاسبه السلطة السياسية موضوعنا اليوم هو الأحزاب ياسيغ الراس نهاري يكون موضوعنا السلطة رح نجيب آراء اللي تنتقل التحزب السياسي يضع الإصبع على الضرر الحقيقي ويقول أن المشكلة في الجزائر هي مشكلة منظومة سياسية هذا المنظومة السياسية أنا كمرشح مقدم من طرف حركة الديموقاتي هذا كان يعتبر تهرب من المسؤولية أنه كل شيء المنظومة السياسية المنظومة السياسية السياسية سياسية